بدوره أكد السيد دوارتي باتشيكو رئيس البرلمان الدولي أن مملكة البحرين أثبتت مجددا قدرتها ونجاحها في استضافة الفعاليات والاجتماعات الدولية وهذا ما شهدناه من خلال استضافة اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد الدولي والذي أطلق جملة من التوصيات تؤكد ضرورة تعزيز الحوار والتعايش بين كافة الشعوب والأديان كانت الفعالية مدهشة تضمنت مئة وأربعين وفدا وستين متحدثا برلمانيا لقد نتج من هذا الاجتماع نتائج إيجابية جدا وهذا هو هدف الاجتماع الحث على الحوار والتفاهم المتبادل من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف كل القيم التي توجد في الاجتماع تواجدت في مملكة البحرين